قبل يومين على انطلاق محادثات السلام في جونيف تحذير سوري من أن رئيس بشار الأسد خط أحمر ورفض قاطع للبحث في الانتخابات الرئاسية هذا ما جاء على لسان وزير الخارجية السوري وليد المعلم الذي أعلن في مؤتمر صحفي أن وفد الحكومة سيشارك في المحادثات لكنه لن ينتظر أكثر من 24 ساعة مشاركة الطرف الآخر نحن ذاهبون إلى جونيف من أجل إنجاح محادثات جونيف لكن هذا لا يعتمد علينا وحدنا هذا سيعتمد على الأطراف الأخرى فإذا كان في ذهنها أو في تعليماتها أوهام بأنها سوف تستلم السلطة في جونيف التي فشلت باستلامها في الميدان فأنا أقول سوف يفشل جونيف لكن هذا الكلام كوبل من جونيف بتأكيد محمد علوش المفاوض الكبير في المعارضة السورية سعي المعارضة إلى الاتفاق على تشكيل هيئة حكم انتقالية لا مكان فيها للأسد من جهته كشف وزير الخارجية الأمريكي جون كاري عن مشاورات أمريكية روسية في جونيف وعمان محورها انتهاكات الهدنة كاري الموجود حاليا في الرياض لإجراء محادثات مع الملك سلمان وكبار المسؤولين السعوديين أضاف أنه سيتصل هاتفيا بناظره الروسي سيرجيل أفراف للحديث عن الانتهاكات مؤكدا ضرورة عدم السماح للخروقات بأن تعيق محادثات السلام واعتبر كاري أن إجراء المحادثات في الموعد المحدد لا يزال ممكنا رغم الانتهاكات الملحوظة لقوات الحكومة السورية كما لفت إلى أن مستوى العنف تراجع بنسبة 80 أو 90% وهذا أمر مهم جدا داعيا النظام إلى عدم استغلال فرصة الهدنة لتحقيق مكاسب على الأرض بينما يحاول الآخرون احترامها بنية حسنة فللصبر حدود على حد تعبيره إلى ذلك أعلن كاري أن بلاده ستعقد اجتماعا مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخالجي خلال الأسابيع المقبلة من دون تحديد موعد